تتسع دائرة الجدل بشأن مستقبل أمن أوروبا بعد إعلان روسيا انسحابها من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في القرى توجه لم تخفيه روسيا منذ خطاب بوتين أمام الجمعية الفيدرالية في فبراير الماضي الذي أعلن فيه تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية ستورت بل منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير عام 2022 ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990 عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات التقليدية التي يتم حشدها في شرق أوروبا وشملت الاتفاقية حلف شمال الأطلسي الناتو من جهة وحلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي سابقا من جهة أخرى تضمنت شروط الاتفاقية الحد من حجم الدبابات والمدافع والطائرات والمروحيات الهجومية والمقاتلة وتضم الاتفاقية دولا من أبرزها لاتحاد السوفيتي أو روسيا حاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وهولندا وإيطاليا وشهدت قمة إسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي عام 1999 توقيع اتفاق حول تعديل المعاهدة بسبب تغير الوضع السياسي العسكري في أوروبا بعد زوال حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991 لكن المعاهدة المعدلة لم تدخل حيز التنفيذ ولم تصدق دول الناتو عليها ووصلت لالتزام بأحكام نسخة عام 1990 قدم الجانب الروسي طلبا لتعديل المعاهدة في الاجتماع الذي دعت له موسكو للدول المواقعة على المعاهدة في فيينا في يوليو عام 2007 إلا أن الطلب الروسي قبل بالرفض ما جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقرر وقتها تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة اعتبارا من الثاني عشر من ديسمبر من العام نفسه وأصبحت بيلاروسيا تمثل مصالح روسيا بفريق التشاور المشترك للمعاهدة أزمة أوكرانيا تعتبرها حربا بالوكالة يخضوها الغرب ما يدفعها لنبذ الاتفاقات السابقة التي لم تعد تخدم من وجهة نظرها مصالح موسكو الأمنية موسكو الأمنية موسكو الأمنية